الكلين في مقدمة كتابه يعني في مقدمة أصول الكافي هناك صريحا يقول وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين يعني أصولا وفروعا وأخلاقا ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين أنا وضعته شهادة من الكلين أن كل ما وضع هنا آثار ماذا ها صحيح تقول مولانا يا آثار صحيحة نحن بدأ نشوف بها روايات شنو لا لا بغض النظر عن المتن عن شنو السند روايات شكوا بها ضعيفة روايات شنو مرسلة روايات من مجهولي مؤليسة كذلك يقول حفظت شيئا أجابوا أصحاب هذا المسلك يقول هذا من يقول صحيح مراد الصحيح على مسلك القدماء مو الصحيح على مسلك ماذا المتأخرين يعني العدل الإمامي في الكتب مو الشكل وإنما لم تتعرف على اصطلاحهم صريح يقول بأنه ماذا صحيحة البعض صورة مرادة من الصحيحة يا صحيحة ها كما سينا سيدنا 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 أخوي قال قال صحيحة ولكن في روايات أكو ضعيفة السنة مولانا هاي الصحيحة صحيحة اصطلاح ماذا المتقدمين مو صحيح العلامة والشهيد وغيره يعني اصطلاح ماذا هذا التقسيم الرباعي عليه الأحوال والسنة للقائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه فاعلم يا أخي جاي الآن جاي إلى محل الشاهد محل الشاهد ما هو ها متعارضة ماذا نفعل أنت نقلت لنا روايات كثير منها متعارضة فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء مرادة من العلماء هنا يعني الأئمة نحن العلماء وشيعتنا ماذا المتعلمون عن العلماء لا يسع لأحد التمييز برأيه شون انميز يقول انت بتقدر انتميز من يميز الأئمة أعطونا الظوابط إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم وقوله خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه انظروا أعزائي واحدا من أهم خصوصيات علم الأصول المعاصر عندنا أولا إذا وقع التعارض يذهبون إلى الجمع العرفي فإن لم يكن جمع عرفي ينتقلون إلى ماذا إلى المرجحات بموافقة الكتاب ومخالفة شنو العامة مبنى المتقدمين لا يوجد جمع عرفي أعزائي مباشرة وين يدخل ها في الاختلاف وين في المرجحة أمامكم هاي قضية الجمع العرفي حمل الخاص عام مطلق مقيد حاكم محكوم ورود هذي كلها متأخرة وأسأشير إلي احفظوا هاي القواعد أعزائي حتى تعرفون إذا واحد هاليوم إيجي قال أنا أنكر هذا لن تقولون هذا خرج عن مسلمات المذن هذي أني أبحاث كلها اجتهادية نظرية أعزائي جيد يا ثقة الإسلام الكليني هاي القواعد في الاختلاف أهل البيت أعطوناها يقول مع الأسف الشديد احنا ما عدنا قدرة على تطبيقها أبدا عجيب يقول أعطوه كل هاي الظوابط يقول ما عدنا قدرة التفت للعبارة يقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله من هاي الظوابط اللي موافقة الكتاب ومخالفة العامة والمجمع عليها هاي تلا الظوابط ماذا الشكل ولا نجده إذن ماذا نفعل إذا احنا ما نعرف هاي الظوابط يقول من الذي يستطيع أن يعرف كل القرآن حتى يعرض على ماذا على القرآن ومن الذي يستطيع أن يعرف كل ما قاله العامة حتى يأخذ بما خالف شنو العامة ثم أين المجمع ما من مسألة إلا وفيها خمسة أقوى وين المجمع حتى نأخذ به إذن ما هو الأحوط ماذا نفعل يقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم إحنا ما نطبق هذه القواعد جيد لعد ماذا نفعل يقول وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأي ما أخذ بأيهما أخذتم من باب التسليم وسع خلص هذه نظر إذن مولانا هذا يسقط رواية من الروايات أو لا يسقط لا يسقط وكله أجن معتبر تقول تكليفي شنو متعارضات يقول تكليفك مولانا في عصر الغيبة الكبرى بأيهما أخذت من باب التسليم ماذا ها وسع طريقه وإسهل أعزائه والحق والإنصاف أنه بعد أنت لا مرجعية ولا تقليد ولا أبدا بمقدار تفهم الكتب راجع الكتب هاي موجودة هاي رواية فالرواية أخذ جر ها هم أعتقد بها هم أعمل بها ما عدم بلس هذه هواية منتغروا بشغل بتعبيرنا واضح صار هذا إذن أعزائي المسلك الأول المسلك الذي لا نحتاج فيه أولا كل الروايات معتبرة ده أتكلم في دائرة منه مدرسة أهل بيت ها ها إذن أريد أن وسع دائرة هواية قلت لكم نخرج على البحث ولعله حوصلة الأعزلات مساعد المسلك الأول يقول لا نحتاج لا إلى علاج ولا إلى تقديم ولا إلى جمع عرفي وإنما خيرنا أن نعمل هاي الرواية مواردة أعزائي في أصول الكافي يكون في علمكم في أصول الكافي رقم الرواية مئة وتسعة وتسعين بحسبها طبعا ما المؤسسة آل البيت اللي بأيهما أخذتن باب التسليم وسعك أعزائي الرواية هذه الرواية عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع كما شنو ها الآن في الكتب الحديثية فقال يرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى هاي وحدة وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك خذ بأحدهم مخيم أيهما شوف وضعك شروطك زمانك مكانك أيهما أسأل عليك كما الآن بعض الأحيان بعض المقلدين هالشكل ده يسوي ده يقلد شنو ها يبحث في التقليل في باب الصلاة يقلد فلان في باب الصوم شنو يقلد فلان وجملة من الأعلام من قائلين بأنه إذا كان الفقهاء في طبقة واحدة يجوز ماذا يجوز التبع أنا من القائلين بها أنه بيني وبين الله أساسا لا معنى للارتباط بشخص معين أي دليل ما عدنا على كل اللي عندنا من الأدلة أن عملك لابد أن يكون مستند إلى الحجة فإذا كان هذولا أمامك خمسة ستة من الحجج وكلهم حجة معذر ومنجز وأيهم انتخبت منهم ماذا في هذه المسألة في هذه المسألة بعض أصلا في مسألة واحدة في مسألة واحدة بين شخصين لا محظور ستقول لي زين يلزم خلاف العلم إجمالي هذا كم جوابه مع اختلاف الموضوع ما بمشكلة أسأل مارد أدخل أريد أقول نفس البيان يقوله ماذا الإمام هذا هو المسألة الأول ضمن نظرية أو اتجاه التوسعة وقبول ماذا جميع الأحاديث المسألة الثانية يأتي إن شاء الله والحمد للذهاب ترجمة نانسي قنقر